أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصرح به وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأخير من مجالس تفسير سورة التوبة في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة وقد وصلنا في هذا المجلس إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يحث الله عز وجل البؤمنين أن يتقوه حق التقوى فيجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا بفعل الأوامر واجتناب النواهي يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي يلزموا الصادقين فكونوا في صحبتهم ورفقتهم وكونوا معهم دائما كونوا معهم في الدنيا وكونوا معهم أيضا في الآخرة والصادقون هم الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في حديثهم وقد جاءت هذه الآية تعقيبا على قصة الثلاثة الذين خلفوا فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ما نجوا ولا ذكروا في القرآن ولا أشيد بهم وبفعلهم إلا بسبب الصدق فإنهم صدقوا في موطن كذب فيه غيرهم فإن الله عز وجل ذكر أولئك الذين كذبوا واعتذروا وهم غير معذورين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أما هؤلاء الثلاثة فإنهم جاءوا إلى رسول الله بعدما رجع من غزوة تبوك وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم فإنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه لم يكن لهم عذر في التخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فقد صدقوا يعني أن غيرهم أو كثيرا كثيرين ممن اعتذروا لم يكونوا صادقين وهؤلاء قد تأخر بيان توبتهم من الله سبحانه وتعالى حتى جاءت بعد خمسين ليلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم ومجالستهم وعن أمره للصحابة بهجرانهم ولذلك جاء الثناء عليه من الله كبيرا بصدقهم وقال هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كعب المالك لما أخبر بقصته الطويلة الواردة في الصحيح وهي قصة فيها عبرة أنصحكم بقراءتها وقراءة ما فيها من الفوائد والعبات والعبر قال فإني ما نجوت إلا بالصدق وإن من تمام توبتي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا قال فما أعلم أحدا أبلي في صدق الحديث مثل ما أبليت بمعنى أني التزمت الصدق في حديثي في حياتي كلها لا أقول إلا صدقا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين والصدق يا إخواني يكون في الإيمان ويكون في الحديث ويكون في الأفعال ويكون في الأحوال أما الصدق في الإيمان فهو أن يكون الإنسان صادقا في إيمانه لم يؤمن لأجل فلان أو فلان وهذا هو الذي يميز المنافق من غيره أو من المؤمن والصدق في الحديث بأن يتجنب الإنسان الكذب في حديثه كله لا يحدث بكذب أبدا والصدق في الأفعال بأن يأتي الإنسان بأفعاله صادقا لا يريد بها الرياء ولا يريد بها وجوه الناس وإنما يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى والصدق في الأحوال ألا يبدو الإنسان على حال ليست هي حاله الحقيقية ليست هي حاله الحقيقية فيبدو مثلا خاشعا أو متواضعا وهو ليس كذلك إذن فمن أراد أن يكون صادقا فليلزم الصدق في أقواله وأعماله وأحواله نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين فإن قيل قوله وكونوا مع الصادقين أليس هو من تقوى الله قيل بلى ولكن قد يخص من التقوى شيء معين لينتبه الناس له وليعتنى به كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا القول السديد من تقوى الله ولكن خص من التقوى لأهميته وجلالة قدره وللتنبيه على عظم مكانته ثم قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هذا تعقيب على ما حصل في تلك القصة العظيمة وهي قصة تبوك عندما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يعذر أحدا إلا من هو معذور حقا كأولئك الذين لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه تولوا وأعيرهم تفيضوا من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر كل قادر ومستطيع ثم لامهم هنا وبيّن أنه ما كان يليق بهم أن يتخلفوا عن الاستجابة للداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عندما خرج في غزوة تبوك وعندما استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أن يشحوا بأنفسهم عن نفسه عليه الصلاة والسلام ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح يبين الله عز وجل ماذا يحصله من نفر في الجهاد في سبيل الله ماذا يكسب من الجزاء إنه يكسب جزاء لا يكسبه أحد غيره وهذا جزاء يختص به المجاهد وهو أنه لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة ولا يفعل فعلا إلا كتب الله له به عملا صالحا يعني الآن الذي يذهب إلى الصلاة يكتب له ممشاه لكن لو أنه في ممشاه كان يأكل شيئا أو يشرب شيئا لا يكتب له أجر بهذا الذي يأكله أو يشربه إلا أن يكون يقصد به التقوي على الصلاة أما المجاهد في سبيل الله فإن الله جعل حركاته كلها مكتوبة فضلا منه ورحمة ولذلك قال جل وعلا قال ما كان لأهل المدينة ومن حوله من العرابين يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ الضمأ ليس من فعلهم إنما هو شيء ينزل بهم بسبب أنهم لم يجدوا الماء فهذا الضمأ الذي أصابهم يكتب لهم حسنات عند الله ويكتب لهم به عمل صالح ولا نصب تعب من جراء السفر والذهاب والإياب والتحميل والتنزيل والاستعداد والإعداد وغير ذلك ولا مخمصة في سبيل الله مخمصة أي جوع الضمأ قد ذكر وهنا ذكر الجوع أيضا إذا أصابهم جوع بسبب قلة الطعام أو غير ذلك كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إذا وطأوا موطئ وأغاض وطئهم لذلك الموطئ الكفار فإن الله يكتب للمؤمنين به عملا صالحا سبحان الله هذا المجاهد لا يدري هذا الموطئ إذا وطئه يغيظ الكفار أو لا يغيظ الكفار لكن الله يعلم ويكتبه لهم قال ولا يطؤون من الموطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا لو ينالوا من عدو أي نيل ويصيبوا منهم أي شيء فإن الله يكتب لهم بذلك عملا صالحا وقوله لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار هذا فيه الدلال على استحباب إغاضة الكفار المعادين لنا الذين يناوئوننا ويقتلوننا ويؤذوننا فإن إغاضتهم مما يتقرب به المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم يا الكفار وليجدوا فيكم غلظة قال الله جل وعلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عملا صالح لماذا قال كتب لهم به عملا صالح لأن هذه في أصلها ليست أعمالا صالحة إنما هي أعمال عادية قد لا يفكر فيها الإنسان ولا ينويها كونه يجوع ويعطش هذا كيف ينويه الإنسان وكيف يستحضر أنه عمل صالح فالله عز وجل برحمته يجعله عملا صالحا له وهذا من فضائل الجهاد التي تميز بها الجهاد في سبيل الله قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي لا يترك شيئا من عملهم الصالح إلا كتبه لهم وجازاهم به وسمى الله المجاهدين محسنين لأنهم قد وفوا على الكمال ووصلوا إلى درجة الإحسان فالذي يخرج بنفسه يقاتل في سبيل الله لا شك أنه من المحسنين قال الله عز وجل وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ النفقة عندما يخرجها الإنسان يريد بها وجه الله يريد بها دعم الجهاد في سبيل الله يريد بها إعانة المجاهدين على جهادهم ولذلك لما كان مريدا لذلك لم يقل إلا كُتِبَ لهم به عمل صالح لأنه عمل صالح لأنه عمل صالح يقصده المجاهد أو يقصده هذا الرجل الذي أنفق ولذلك لم يقل هنا إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالح إلا كُتِبَ لَهُمْ لأنهم أرادوا به العمل الصالح أما في الآية الأولى قال إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالح يعني جعل الله لهم ذلك الجوع ذلك الضمى ذلك النصب تلك المخمصة ذلك الموط الذي يغيظ الكفار ذلك النيل الذي يننونه من الكفار ولو لم يقصدوه يكتب لهم به عمل صالح فضلا من الله ورحمه أما في هذه الآية قال وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا أي يجوزونه إلا كُتِبَ لَهُمْ لأنهم كانوا يقصدون ذلك الشيء ويريدونه لوجه الله جل وعلا فيكتب لهم وإذا كُتِبَ لهم فإنه لا يمحى بإذن الله لأن الذي يكتبه لهم يجعله في صحائف فتبقى لهم إلى أن يلقوا ربهم قال الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي ليجازيهم يوم القيامة بأحسن أعمالهم وهذا من فضل الله ورحمته بالمؤمنين فإنه يجازيهم بأحسن أعمالهم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَمْثِرُوا كَافَةً ما كان المؤمنون ليخرجوا إلى الجهاد كلهم وإنما يخرج منهم من تقوم به الكفاية ويبقى بقيتهم لأن في بقاء البقية حفظاً لمصالح الناس حفظاً للبيوت حفظاً للأعمال للزراعة ولأمور كثيرة وأيضاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبقى فيبقى من الصحابة من يأخذ العلم عنه ويكتب الوحي الذي ينزل عليه وإذلك قال وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَمْثِرُوا كَافَةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً يعني ينفر من كل فرقة من المؤمنين طائفة ثم قال ليتفقهوا في الدين هل المقصود ليتفقها النافرون أو ليتفقها الباقون الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا وبكل منهما قال جماعة من أهل العلم ولا مانع أن تحمل الآية على الأمرين لأن المعنى لا يختلف كثيراً باختلافهما يعني فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لكم جميعاً أيها المؤمنون أن تخرجوا جميعاً معه بل لا بد أن يبقى منكم بقية ليقوموا بمصالح الناس وليحفظوا ديار المسلمين وليخدموا الضعفاء والمساكين وغير ذلك لأن بعض الصحابة يرغب في أن يلحق برسول الله في كل سرية يذهب فيها حتى يتعلم من ويأخذ من عليه الصلاة والسلام ويصحبه وينال فضيلة الصحبة أو يقال وما كان المؤمنون لينفروا في كل سرية فيدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جملة من الغزوات وبقي في جملة من السرايا لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسعه أن يخرج كل مرة وذلك ليدير أمور الدولة ويقيم أمر الأمة عليه الصلاة والسلام ولذلك نقول ينبغي أن يبقى بقية يتعلمون الدين ويتفقهون حتى إذا رجع إليهم المجاهدون علموا المجاهدين ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم أن الذين يبقون للتفقه في الدين وتعلم العلم ويحبسون أنفسهم على ذلك أن أجرهم مثل أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل لأن الله جعل المؤمنين طائفتين طائفة تنفر لتجاهد وطائفة تبقى لتتفقه أو طائفة تنفر لتتفقه فإذا رجع تعلمت الطائفة الباقية فالمقصود أن الذين يتعلمون العلم ويحبسون أنفسهم عليه مثلهم كمثل المجاهدين وأجرهم كأجر المجاهدين قال الله عز وجل فلولا أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليحملوا إليهم النذارة إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولم يقل لعلهم يعلمون لأنه ليس المقصود بالعلم أن يتعلم الإنسان فقط بل ليحذر ويتقي ويخاف ويعمل بموجب العلم ولذلك قال لعلهم يحذرون والحذر هو أثر من آثار العلم إذن فهذه الآية تدل على فضيلة العلماء والمتفقهين في الدين والحاملين لرسالة الإسلام وأن الإسلام يقوم بطائفتين طائفة الأولى طائفة تحمل السيف والسنان فتنشر الدين في الأوطان وتحمي البيضة وتحمي الأديان والأبدان وطائفة أخرى تقوم بالدين تحفظه وتقوم به وتنشره وتفقه الناس وتعلمهم دين الله عز وجل فهؤلاء هم أعلى طوائف المسلمين المجاهدون في سبيل الله والمتعلمون دين الله جل وعلا ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بعدما انتهى من كفار جزيرة العرب في أول السورة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذا في مشركي العرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل أنه إذا انتهت الأشهر التي اتفق عليها وهي أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر يوم عيد النحر إلى العاشر من ربيع الثاني إذا انتهت هذه الأشهر فإنه يجوز قتل المشركين الباقين في جزيرة العرب ممن لم يكن لهم عهد ولا ذمة أما من سواهم فقد جاء الأمر بهم في هذه الآية فهذه الآية أول آية أمرت المؤمنين بمقاتلة من يليهم من الكفار أي من بجوارهم من الكفار وهذه السياسة من سياسات الجهاد في سبيل الله وهي أننا لا نبدأ مع كفار بعيدين ولدينا كفار قريبون بل لا بد أن نبدأ شيئا فشيئا ليكون المسلمون يتوسعون تدريجيا وليجد المسلمون من يحمي ظهورهم ويحفظ بيضتهم وأيضا ليفيئوا إليه عندما يحتاجون إلى الأمة الإسلامية والوطن الإسلامي قال يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم أي من الروم والفرس من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يعني كونوا أقوياء في حربهم لا تأخذكم بهم رأفة في دين الله بل كونوا أشداء في القيام بأمر الحرب لأن الأمم لا تحترم إلا الأقوياء وليجدوا فيكم غلظة ولا يعني قوله ليجدوا فيكم غلظة أي تكونوا والعياذ بالله دوي قلوب قاسية لا ترحمون شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعته ولا طفلا ولا امرأة لا ولكن في أثناء الحرب تؤدون القتال والحرب على أكمل الوجوه وأتمها قال الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين أي معيته بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية والكلاء مع المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى وهذا يبين لنا أن نصر الله إنما يكون لمن اتقى الله وأما من لم يتق الله عز وجل فإن النصر يتخلف عنه بقدر تخلفه عن التقوى ثم قال الله عز وجل عودا على أولئك المنافقين الذين يكرهون الخروج مع رسول الله ويبين ما تبقى من صفاتهم قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا هل ازددتم إيمانا بهذا الذي نزل على محمد فالله عز وجل يجيب ويقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ولاحظوا أن ختاما سورة براءة بدأ يلتقي مع افتتاحية سورة الأنفال وهذه قضية أشار إليها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أنه ما من سورتين في القرآن إلا وجدت أن خاتمة الثانية تلتقي أو تؤكد المعاني التي جاءت في أول السورة الأولى من هاتين السورتين واعتبر بما جاء في أول سورة البقرة وآخر سورة آل عمران تجد أن المعنى فيهما واحدا وكذلك هنا في أول سورة الأنفال وآخر سورة براءة في تلك قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهنا قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون المؤمن يزداد بكل آية تنزل وبكل آية يقرأها إيمانا وذلك لأنه تكثر حسناته ولأن فيها من العلم والهدى ما يحمل الإنسان على زيادة الإيمان فيزداد إيمانه بعلمه ويزداد إيمانه باهتدائه بما في تلك الآية من الهدى ولذلك كل آية تزيده إيمانا وكلما أعاد الآية ازداد بها إيمانا كما قال بشر بن الحارث الحافي إنما مثل الآية مثل التمره كلما مضغتها ازدادت حلوتها وكذلك الآية كلما كررتها وأعدتها على أمل أن تتدبرها وتتفكر فيها وتنهل من معين علمها ازددت بها تعلقا ولها فهما وبها اهتداء قال الله جل وعلا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ كلما تنزل آية يزداد الذين في قلوبهم مرض من المنافقين ومن يستمع إليهم يزدادون رجسا إلى رجسهم لماذا؟ لأنهم يسخرون منها ومن رسول الله ويكذبون بها ويحاولون ضرب القرآن بعضه ببعض فهي تفتح لهم أبوابا فيليجون إلى أبواب من الكفر لم يكونوا عليها قبل أن تنزل تلك الآية وذلك بسبب أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وقوله وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ هنا نتحدث عن المرض في القرآن المرض في القرآن نوعان مرض بدني وهذا لم يأتي توصيفه في القرآن كثيرا وإنما جاءت الإشارة إلى ما يقي الإنسان عامة الأمراض والنوع الثاني مرض قلبي أما المرض البدني فقد ذكر في مواطن مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا هذا المرض مرض بدني وكذلك في آيات الحج ذكر المرض وهذا المرض البدني لم تأتي تفصيلات كثيرة في بيان كيفية علاجه لأن الناس أدرى أو لأن الناس يعلمون علاجه بما أوتوا من العقل وما فتح الله عز وجل عليهم من الخبرة والتجربة وكل الناس يعنون بصحتهم ويبقى أن القرآن جاء لعلاج أمراض القلوب وأمراض الأديان ومرض الأديان في القرآن نوعا مرض شهوة ومرض شبهة فأما مرض الشهوة فهو أن يكون الإنسان يعني يركن إلى أشياء ليست من صحة القلب من الشهوات كالمال شهوة المال شهوة النساء شهوة الجاه وغيرها من الشهوات التي يرغب فيها الإنسان ويحبها حبا شديدا وهي ليست مما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض يطمع الذي في قلبه حب للنساء هذا مرض قلبي لكنه من أمراض الشهوات والنوع الثاني وهو أخطر من هذا وهو مرض الشبهات وهو المراد بقوله وأما الذين في قلوبهم مرض أي مرض شهوة أي مرض شبهة وهو مرض المنافقين المرض المتصل بالإيمان ومتصل باليقين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم واتصل بهم ذلك الرجس يزداد يوما بعد يوم حتى وصلوا إلى الموت وهم كافرون ثم قال الله عز وجل معتبرا بهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرى هؤلاء المنافقون أنه في كل عام تنزل عليهم آيات تدلهم على أنهم قد حادوا عن الصلاة وتقربهم من الله سبحانه وتعالى وتفتح لهم البصيرة في دين الله عز وجل ولكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هؤلاء الذين انطمست قلوبهم ما يزدادون مع كثرة الآيات وتداعي العبر واجتماع الحجج إلا انطماسا نسأل الله العافية والسلامة ولذلك قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أي يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالقحط بالأمراض بنزول بعض الدلائل الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضحهم في بعض الآيات وبيان دواخل نفوسهم وكشف نفاقهم وهتكي أسرارهم ثم لا يتوبون ولا هم يبدكترون أليس في هذا معتبر والله لو كانوا يبغون السلامة لأنفسهم والفلاحة في الدنيا والآخرة لاعتبروا ببعض ذلك قبل أن يصل إليهم كل ذلك ثم قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا هذا موقفهم من كتاب الله ومن الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيقون سماعه ولا يطيقون أن يجلسوا في مجلس يتلى فيه كلام الله جل وعلا ولذلك انظروا إليهم في إذاعاتهم وفي قنواتهم رغبتهم الشديدة إنما هي في أن يضعوا هذه المثيرات للقرائز وهذه الأغاني المهيجة للشهوات وهذه الأمور التي يعني يحصل بسببها الفساد الأخلاقي والبعد عن الله عز وجل لماذا؟ لأنهم ينفرون من سماع القرآن نفرا شديدا ولا يرغبون في أن يصل إلى آذانهم شيء منه حتى إنهم إذا نزلت الآيات وهم في مجلس نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد فإن اطمأنوا أن أحدا لا يراهم إذا انصرفوا انصرفوا بخفية يتسللون لواذا لأن لا يراهم أحد وهم فرحون بأنهم قد خرجوا من مجلس تتلى فيه آيات الله عز وجل وهذا يدلنا على عزة القرآن فإن القرآن من قوته ومن عظمته أنه إذا جاء على قوم فيهم من يكرهه فإنه ينفر منه ولا يطيق سماعه لما فيه من الوعد والوعيد ولما فيه من التذكير ولما فيه من إقامة الحجة ولما فيه من البلاغة العظيمة والهيبة والجلالة وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذا من قوة القرآن وعزته أن من يسمعونه إذا كانوا لا يؤمنون به فإنهم لا يطيقون سماعه وينصرفون عنه ويؤثرون أن لا يسمعوا منه شيئا ولهؤلاء شبه باليهود فإن اليهود كانوا يفعلون قريبا من هذا الفعل كلما سمعوا أو أسمعهم رسول الله شيئا من الآيات قالوا قلوبنا غلف قلوبنا مغلفة لا تستطيع أن تنتفع بما تجيء به يا محمد ولا أن تعي أو تفهم ما أنزل عليك وذلك قال وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ليست غلفا لا تفهم ولكن الله عاقبهم بكفرهم فختم عليها وطبع عليها حتى لا يصل إليها شيء من الحق فتنتفع به جزاء وفاقا نعم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولما انصرفوا صرفهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الوحي وهذا الخير قال الله عز وجل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم أي عن الإيمان وعن التوحيد وعن الانتفاع بهذا القرآن بأنهم قوم لا يفقهون بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولو كانوا يفقهون حق الفقه لعلموا أن القرآن ما فيه إلا الرحمة ما فيه إلا التوحيد ما فيه إلا الخير ما فيه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما فيه إلا صلاح العباد والبلاد كما قال الله عز وجل في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة يعني ما الذي ينكرونه على رسول الله وما الذي ينكرونه على كتاب الله هل فيه الأمر بالشرك هل فيه الأمر بالسرقة هل فيه الأمر بالرشوة هل فيه الأمر بالزنا هل فيه الأمر بالمنكر هل فيه النهي عن المعروف هل فيه ظلم العباد هل فيه قطيعة الرحم هل فيه عقوق الوالدين شيء من ذلك ليس موجودا في كتاب الله فما الذي ينكرونه على كتاب الله سبحان الله لكن صرف الله قلوبهم أزاغها بأنهم قوم لا يفقهون ثم يأتي السؤال الذي جاء بهذا الكتاب أو الذي أوحي إليه هذا الكتاب هل هو مؤتمن وهل هو رحيم وهل هو جاء بالخير انظروا إلى وصفه ودائما إذا وصف القرآن يوصف من جاء به لأن وصف هذا يقتضي وصف هذا حتى يكتمل الوصفان ويجتمع على خير لتوثيق هذا الكتاب وأنه قد نزل نزولا مأمونا لم يدخل فيه شيء سواه وأن الذين جاءوا به أو الذين حملوه إلينا هم خيار عباد الله كما قال الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذا جبريل وما صاحبكم بمجنون هذا محمد ولقد رآه بالأفق المبين رآ جبريل بالأفق المبين وما هو أي محمد على الغيب بضنين أي ببخيل أو متهم وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إذا كان هذا هو الذي نقله من السماء وهذا الذي نقله من أهل الأرض وكل منهما في أفضل المقامات وأجل المنازل فأين تذهبون إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه تعرفون نسبه تعرفون أخلاقه قبل أن يوحى إليه وقبل أن يأتي بهذه النبوة منكم تستطيعون أن تتخاطبوا أنتم وإياه وتتحاوروا معه وتعرفوا صدقه من كذبه وتعرفون مدخله ومخرجه وليس خفيا عليكم ليس من جنس غير جنسكم ليس من الملائكة الذين لا تستطيعون مقابلتهم ولا كشف ما ورائهم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتهم عزيز عليه ما عنيتهم أي شديد عليه عنتكم ومشقتكم فهو لا يحب شيئا يشق عليكم أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قال هنا عزيز أي شديد عليه ما عنيتهم أي عنتكم أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه قال الله عز وجل حريص عليكم يحرص على المنفعتكم وعلى هدايتكم وإيصال الخير إليكم ولا يدخر وسعا في بيان الحق لكم وبيان ما يسلحكم وينفعكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي هو رؤوف بالمؤمنين ورحيب بهم يرأف بهم ويرق قلبه لهم ويرحمهم فيعطيهم ويكلأهم ويحفظهم ويدعو لهم وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق ولا أحد أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من عباد الله أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولذلك ادخر نبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ودعوته لأمته فيأتي يوم القيامة ويقول أمتي 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 ما يريد من الله شيئا أعظم ولا أجل من أن يكرمه في أمته بأن ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذابه وأن يدخلهم جنته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه ثم ختم الله هذه السورة بقوله فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بما جئت به وأعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فلا تقلق ولا تيأس ولا يصبك هم ولا حزن ولا تقتل نفسك كمدا وهم إنما إلجأ إلى الله وقل حسبي الله أي كافيني الله حسبي الله أن يكفيني الله لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو أي أنا أجعل الحسب والكفاية من عند الله الذي أؤمن أنه هو الواحد الأحد عليه توكلت جعلت توكلي عليه وحده لا على أحد سواه وفوضت أمري إليه وحده لا إلى أحد سواه فعنده الخير كله ومنه الكفاية كلها سبحانه وتعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وهو المحيط بهذه المخلوقات وهو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في مواطن كثيرة ووصفه بأوصاف عظيمة ووصف بأنه كريم ووصف بأنه مجيد ووصف بأنه عظيم وهو أعظم المخلوقات ويحمله من الملائكة ثمانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير ستمائة عام طير يخفق بين هذه المسافة وهذه المسافة من ذلك الملك الذي يحمل العرش ستمائة عام سبحان الله إذن كم طوله كم عرضه كم سمكه هذا شيء لا يقادر قدره إلا الله وهذا واحد إذن كيف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وماذا بينهما وكيف هو العرش الذي هو أكبر منهم جميعا وهذا العرش قد استوى الله عز وجل عليه استواءا يليق بجلاله وعظمته ونحن نؤمن بهذا الاستواء الذي ذكر في القرآن في سبعة مواطن وهذا الاستواء ليس استواء حاجة يعني أنه أي الله محتاج إلى شيء من خلقه ولكنه صفة من صفاته نؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة قال فإن تولوا فقل حسبي الله أي كافيني الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومضمون هذه الآية ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يقوله في صبيحة كل يوم قال من قال من قال حين يمسي وحين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة فعلى المسلم أن يتعلم هذه الكلمة ويقولها سبع مرات في الصباح وسبع مرات في السماء في المساء ليكفيه الله كل ما أهمه من أمر الدنيا وأمر الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وأن يكفينا أهمنا من أمر الدنيا وأمر الآخرة وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر